وبقول لهم الأسر اللي قدمت أبنائها وضحت من أبناء سيناء واللي عانوا واللي خسروا أبناء نتيجة العملات اللي بتتم دول يعني عزقنا إن كان التمن ده هو تمن يعني تنقية التخلص من قافة موجودة صدقوني كان الهدف منها إنها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أردنا تفقدوا لأنه نهارده كان الشرطة مش قادرة تتحرك الجيش مش قادر يتحرك جيس الدولة مش قادر تتحرك لا قادر تعمل تعليم كويس ولا قادر تعمل صحة كويس ولا تعمل استثمارات النسي يشتغل وتاكل عيش بدليل هو أنتوا اللي ما كنت تريد تعمل الطريق كانوا بيخلوكوا تعملوا الطريق اللي بتيجي تعملوا مشروع كانوا بيسيبوكوا تعملوا الكلام ده طب ليه طب اللي بيتعمل ده مش بتعمل لي نحنا لكان بيتعمل للناس فضل هدفوا الهد لكن احنا هدفنا البناء صحيح فالفكرة كلها أنا عايز لكم من الفترة الجاية دي احنا حنتحرك إن شاء الله بخطة كبيرة قوي محتاجين جهدوكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس أهلي نفسينا تحسس أهلي نفسينا إن الدولة المصرية بتشتغل بهمة لإن ما بقاش في عذر بقى ولا يا محمد مش كده ما بقاش في عذر لا لينا ولا ليكم لا للدولة ولا مؤسساتها ما بقاش في عذر إن الشرطة ما تبقاش موجودة وبكسافة أكبر من اللي كانت موجودة قبل كده لتحقيق الأمن والاستقرار أجهزة الدولة كلها بالكامل تعليمه صحة وغيره مطلوب إنها تبقى موجودة بكسافة أعلى مما كانت عليه لأن الإعاقة اللي كانت موجودة قبل كده نتيجة الإرهاب والعملات اللي بتتم ده إحنا المحكمة نقلناها الإسماعيلية لما حصلت الحادثة اللي فاتت ربنا يرحم الناس كلها فمش عايزة أطول عليكم بشكركم وبشكر أهلي سينة تاني إحنا إحنا واحد إحنا واحد إحنا واحد مش عايزة يعني أنا ما يصحش أقول أهلي سينة لأنني ما أقولش أهلي لقصر ولا أهلي أسوان لكن ساعت لما بيكون عندهم بيقول كده إحنا واحد إحنا مصريين ودي بلدنا ودي أرضنا نخلي بلدنا منها ونموت عاشاها شكرا جزيلا